أهلا بكم لم يكن استقرار الحكم في اليمن بمعزل عن التأثر بالدور الخليجي والسعودي تحديدا منذ ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم ظل ذلك التأثير بين مد وجزر لكنه منذ اندلاع ثورة 11 فبراير صار أشد حضورا بل وأحد مرجعيات العمل السياسي خلال الفترة الانتقالية في الأشهر الأولى لاندلاع ثورة 11 فبراير استنجد صالح بالجارة السعودية المعروفة بعدائها لثورات الربيع العربي وبدورها تدخلت السعودية تحت مظلة خليجية سميت بالمبادرة الخليجية عجزت هذه المبادرة عن إيقاف تقدم الثورة لكنها منحت المخلوعة حصانة من الملاحقة وضمنت له البقاء كلاعب رئيسي عبر حزبه لتظل تلك الحصانة بمثابة ثغرة خليجية في مسار الفترة الانتقالية وخلال هذه الفترة استغل المخلوع الحصانة أسوأ استغلال وافتعل الأزمات بهدف تقويض عمل الحكومة في 2014 تمكن صالح من إنشاء تحالفين أحدهما ظاهر وهو تحالفه مع الحوثيين وآخر خفي مع السعودية والإمارات ضمن ما بات يعرف بمحور الثورات المضادة في هذه المرحلة اتسمت دور الخليجي بتناقض واضح وغير مفهوم ففي الوقت الذي يرعى بشكل معلن استكمال التغيير عبر المبادرة وأليتها المزمنة غضت دول الخليجي الطرفة عن ترتيبات خفية لانقلاب يهدف لإعادة نظام المخلوع وإن اقتضى الأمر إزاحة صالح ذاته والمجيء بابنه وبقية أركان نظامه بعد أن أصبح الخليج ممثلا بالسعودية والإمارات رعاة للحل السياسي والانقلاب عليه في آن واحد وتحديدا في سبتمبر 2014 لحظة سقوط العاصمة صنعة بيد ميليشيا الحوثي وصالح راعت الدولتان اتفاق السلم والشراكة إلى جانب الأمم المتحدة وهو الاتفاق الذي قوض فعليا الدولة والسلطة التوافقية بعد ستة أشهر وبعد أن رأت السعودية أن ما عولت عليه لإعادة المشهد اليمني إلى ما قبل 11 فبراير قد تحول إلى تهديد حقيقي لأمنها أعلنت فجر السادس والعشرين من مارس 2015 انطلاق عمليات عاصفة الحزم من قبل تحالف يضم دول الخليج باستثناء عمان بالإضافة إلى مصر والسودان المغرب والأردن بهدف إعادة الشرعية في اليمن بدعوة من الرئيس هادي حظيت عاصفة الحزم بتأييد أمريكي ودولي حينها وفي الحادي والعشرين من أبريل 2015 أعلنت قيادة التحالف إقاف عاصفة الحزم وإطلاق ما سمي بعملية إعادة العمل الأمل سنوات مضت منذ بدء العمليات العسكرية على الأرض تحررت معها 80% من جغرافية البلاد حسب تصريح الحكومة لتبدأ معها مرحلة جديدة من محاولة عودة الدولة وتمكنها من بسط نفوذها وهي المرحلة ذاتها التي وجدت فيها دول التحالف وعلى رأسها السعودية والإمارات فرصة أخرى للعب أدوار جديدة حيث منع الرئيس هادي من العودة إلى اليمن كما تم تشكيل لجنة ثلاثية من الإمارات والسعودية ونائب الرئيس رأى فيها متابعون لجنة لتقييم وعرقلة قرارة هادي اتسمت علاقة التحالف وتحديداً الإمارات بالشرعية والأطراف المساندة لها بالغموض والعدائية وظهرت على السطح أهداف جانبية تتعلق بالموقف القديم من ثورة فبراير والأطراف التي أعلنت تأييدها لها تم إنشاء تشكيلات عسكرية وأمنية تابعة للإمارات في المحافظات الجنوبية وسعت لاستبدالها بالقوات التابعة للشرعية ودعمت محاولة انقلابها الشهر الماضي في عدن كما وأعاقت عملية تحرير تعز بحسب مراقبين تسعى الإمارات لفرض واقع جديد على الأرض في المحافظات الجنوبية تجلى بسيطرتها عبر قوات يمنية على سلسلة من الموانئ البحرية في باب المندب وعدن وحضرموت وشبوى بالإضافة لإنشاء قواعد عسكرية في جزيرة ميون والسيطرة على جزيرة سقطرة علاقة ملتبسة لم تكن يوماً في وضعها الصحيح بسبب الرؤية القاصرة والتعامل مع اليمن كتابع يراد له أن يظل كذلك وهو ما يجعل المنطقة بأكملها رهناً لارتدادات الحسابات الخاطئة في اليمن ترجمة نانسي قنقر